تحية طيبة وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة مثيرة للاستغراب جملة كما تثيره جوانب وحيثيات منها على جهة التفصيل من هذه الأخيرة سمت الأبيب آذانها عن كل الدعوات صادقة كانت أم غير ذلك لوقف الحرب والمضي فيها إلى حيث لا يعلم أحد وإن كانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت لها هدفا القضاء على حماس إن الحرب الراهنة أنجبت ما يمكن تسميته بالحالة الإسرائيلية في إدارة الحرب إنها تحوز صفة الحالة نظرا لخصوصياتها الكثيرة خصوصيات توجيها حسابات سياسية والأخيرة تؤطرها سيكولوجيا دولة بعيدا عن إفناء حماس الهدف المعلن من هذه الحرب لماذا تصر إسرائيل على المضي في عملياتها العسكرية إلى هذا الحد لتبلغ جرائم إبادة وجرائم حرب فعلا من قادتها العسكريين وتصريحا بها وتهديدا لا تورية من قبل زملائهم السياسيين لماذا بلغت ردة فعلها من الوحشية ما بلغت وبها هدمت كل ما سعت لبنائه من تمثلات حولها منذ إعلان نفسها دولة والذين سمعوا يوما أنها كيان غاصب ومحتل ودموي ووجد عندهم نزوع لشك أو بذرة من شبهة حيال ذلك بات الآن أيقن الناس بما كذبه طويلا عند محاولة فهم ردة الفعل الإسرائيلية نعثر طبعا على تحليلات وقراءات تعز عن الحصر أغلبها يربطها من جهة بالكبرية إلى عسكرية الإسرائيلية التي سوقت لعقود لفكرة الجيش الذي لا يقهر ومن جهة أخرى بأجندات سياسية تربط مواقع القوى السياسية على رقعة الشطرنج الإسرائيلية مستقبلا بالانتقام ومدى لكن وعطفا على الحسابات الآنية تظل للعودة إلى ما هو أعمق أهمية خاصة ولا أعمق في الحالة التي نحن بصددها من واحد من الموجهات البنيوية للعقلية الإسرائيلية إن العقل الإسرائيلي ليس في قاموسه أو يرفض أن يكون في قاموسه مفهوم الهزيمة وخصوصا الهزيمة الحربية ليس هذا لأنه لا يؤمن بأنه إمكان واحتمال وارد وليس إفراطا في الإحساس بالآن والتفوق والعظمة والأمن من المعاقبة في أبرز تجلية نرجسية للغرب كبير مسؤولية في ميلادها أسطورة وتعهدها حقيقة لا ليس لهذا بل لأن الهزيمة عند العقل الإسرائيلي مهما كانت درجتها تمس الوجود ترادف النهاية هذه هي محنة العقل اليهودي ولمراوغة هذا المصير تبذل كل المساعي فتقبل الهزيمة يستدعي أولا فهمها وهو ما يحير القادة في إسرائيل اليوم أكثر فقد تاهت تحليلاتهم في أخماس وأسداس عملية طوفان الأقصى وارتكنت إلى المنطق التبريري وهذا الأخير كفيل لوحده بأن يغذي بما لا مزيد جرعة هستير يرد الفعل قال أحد كبار الساسة اليهود ولم تكن الصدمة في الطريقة التي بدأت بها الحرب فحسب ولكن في حقيقة أن عددا من افتراداتنا الأساسية قد ثبت خطأها ليس هذا من كلام مسؤول إسرائيلي معاصر بل هو مقتطف من مذكرة جولداماير رئيسة وزراء إسرائيل في فترة من أحرج فترات وجودها شغلت المنصب ما بين 69 و 74 و 900 كلام مثال دال إلى جانب كثير انتواه على رفض الهزيمة بشكل مرضي فبعد فقرات تعود صاحبة القالم لتكتب ولا بد أن أؤكد للعالم بشكل عام ولأعداء إسرائيل بشكل خاص أن الظروف التي أودت بحياة 2500 إسرائيلي قتلوا في حرب كيبور حرب أكتوبر عام 73 لن تتكرر مرة ثانية في حوار ضمن رائعة عائد إلى حيفا يخاطب البطل السعيد ابن أخلدون الذي تخلى عنه رضيعا هو وزوجته في بيت الأسرة في حيفا مضطرين أثناء الفرار الكبير من جحم الحرب عام 48 قبل أن تتبناه عائدة يهودية حلت بالمنزل وعند اللقاء بعد عشرين عاما ينكر خلدون أسرته الحقيقية وقد غدى سمودوف وجنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخاطبه بالقول وأنا أعرف أنك ستدرك هذه الأشياء وتدرك أن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها كائنا من كان هي أن يعتقد للحظة أن ضعف الآخرين أو أخطاءهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم وهي التي تبرر له أخطاءه وجرائمها لعله أن يكون مفيدا للتذكير بأن رواية غسان كنفاني نشرت العام 68 تسعمائة والف ومن يومها وقبلها إلى ما لا يعلم أحد النهايته كم من خطأ ارتكب وكم من جريمة ارتكبت وسترتكب كلها بوحي عقدة الخوف من الهزيمة والسلام